اشتركوا في القناة لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن سار على دربك إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله فالله تعالى يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور عن ثقافة الصفح والاعتذار نتكلم إن ذلك لمن عزم الأمور حتى احتاج أن يؤتى بلام التأكيد لثقل ذلك على النفس عندما تحضر النفس وتتأبى وتستعلي وتستكبر بذاتيتها بينما قال العقلاء ممن اقتدى بالهدي الرباني إن العفو يزيدك عزة وكرامة ومقاما بل وتكبر في نفوس الآخرين إذ بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ولكن القضية أكبر من أن نتكلم عن ثقافة الصفح والاعتذار في الشؤون الخاصة والفردية والقضية أكبر من أن نتكلم عن ثقافة الصفح والاعتذار بإلقاءات معضية دون أن نلتفت إلى أن ثمت حدود وحقوق وثمت ضوابط وقيم وأخلاق فالله تعالى أيضا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما حقيقة إذا أردنا أن نتكلم عن ثقافة الصفح والاعتذار فأولى بنا أن نعتذر إلى الله أولا أن نعتذر إلى الله جل جلاله فيما آلت إليه أحوال أمتنا أن نعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من شعارات لا حقيقة لها أو ادعاءات لا مضمونة لها أن نعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من قول بلا عمل أن نعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من ظاهر يناقض باطن أن نعتذر إلى الله سبحانه وتعالى أن تنكبنا شريعته على أحوال الأمة الإسلامية عموما أن نعتذر إلى الأمة الإسلامية ككل أين آلت أمورها وأحوالها أن نعتذر إلى مقدساتنا وكم فرطنا فيها أن نعتذر إلى أوطاننا وكم فرطنا فيها أن نعتذر إلى الفقراء إلى الضعفاء إلى المساكين إلى الأسرى إلى المظلومين إلى الشهداء إلى أسر الشهداء والقائمة تطول في هذا الاعتذار الذي هو حق وواجب في أعناقنا لذلك عندما توضع الأمور في غير موضعها وتنقلب الموازين ويضيع الفقه والفهم لأنه لم يكن هناك التجرج الحقيقي الصحيح الصادق المخلص لله سبحانه وتعالى إلى أين سنصل نسمع اليوم من يريد أن نصفح عن قاتله عن مجرمين عن حكام عن ظالمين عن مستبدين عن أنظمة سفكت دماء شعوبها على مستوى العالم الإسلامي دول وأنظمة يقال لنا تعالوا نقم وحدة فيما بيننا قدوات من عندنا أو من بعض المسلمين وممن تسنم بعض المناصب والمسؤوليات لماذا لا نقموا وحدة مع الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية فتنظر إلى الجهة الفلانية ويقول لك تعالى لننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة وهم ممعنون بالقتل وهم ممعنون بالإجرام وهم ممعنون بالاستبداد أو يقول لك تعالى لنفتح صفحة جديدة مع عدونا الذي اقتصب أرضنا ومقدساتنا يا أخي لا تشتر الماضي كن في الواقع وهو ما يزال يقتصب مقدساتنا وما يزال يسفك دماءنا وما زال يضطهد أهلنا وشعبنا وما زال وما زال إذن هنا تنقلب الموازين في الحقيقة وليس هذا من الإسلام في شيء عندما يأتي بعض ليريد أن يستخدم آيات قرآنية في غير موضعها فيستحضر مثلا مثل قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم إذن الحديث عن أهل الكتاب ليس عن المسلمين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا الله يأمرنا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وعندما يستحضرون مثلا قوله تعالى فاصفح عنهم والسياق عن المشركين فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وعندما يحتج بعضهم بقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام أو بمثل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يقول لك يا أخي الله يدعونا أن نكون متسامحين أن نفتح صفحة جديدة مع أدائنا مع الكفار مع المشركين مع مع إنهم يضعون آيات الله في غير موضعها هم لم يتسامحوا مع المسلمين هؤلاء أنفسهم بعضهم على الأقل يريد هذا وهو لم يتسامح مع أبناء أمته هو لم يتسامح مع المسلمين إذا اختلف فيما بينهم هو مستعد أن يتسامح مع الجميع إلا مع أخيه أو مع جاره أو مع المسلمين عامة فما هذا الانقلاب بالموازين إذا عن أي شيء تتحدث هذه الآيات عندما تدعون إلى الصفح تتحدث عن أخلاق الكبار تتحدث هذه الآيات عن أولئك المؤمنين الوافقين بالله المتوكلين على الله المستمدين قوتهم وإرادتهم وعزمهم وعزيمتهم وحقهم وبرهان قوتهم وبرهان حجتهم من الله فهم على مبادئهم ثابتون وهم بإيمانهم متيقنون وهم بأخلاقهم مرتقون فإنهم يقومون بواجباتهم الكاملة تجاه أمر الله تعالى وتجاه حق الله وتجاه حق دين الله وتجاه حق الأمة فعندئذن يعترض طريقهم من يعترض من أولئك السفلة أو من أولئك السفهاء أو من أولئك الجهلة أو من أولئك أراضي القوم فيقول الله لنا أمثال هؤلاء لا يشغلونكم عن الحق أمثال هؤلاء لا تنشغلوا بهم أمثال هؤلاء لا تنزلوا إلى مستواهم أمثال هؤلاء أنتم أعزوا وأجلوا من أن يؤثروا في مسيرتكم أو يؤثروا في قراركم فامضي على بركة الله إلى ما أمرك الله جل جلاله ولا تلتفت إلى هؤلاء ولا يبثوا فيكم ضعفا ولا يبثوا فيكم خورا ولا جبنا ولا ذل هكذا يجب أن نفهم هذه الآيات في سياقها الحقيقي أنجما نتكلم عن العفو والصفح أنجما يكون الأمر متعلقا بعدو من الأعداء فلابد أن تنزل هذه الآيات في حقيقتها في مواضعها أما إذا أردنا أن نتكلم عن نوع آخر من الصفح فهل نصفح عن الخادم؟ فهل نصفح عن الموظف؟ فهل نصفح عن الضعيف؟ فهل نصفح عن العام الذي عندنا؟ أم كل واحد يلتفت إلى نفسه؟ فيقول أنا وما قد فعل بي وفعل بي وهو لا يرى إلا نفسه وقد جاء في الحديث أن أحدهم سأل النبي عليه الصلاة والسام كم نعفو عن الخادم في اليوم؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسام يعني كأنه يقول لماذا تسأل؟ يا أخي اعفو عنه سبعين مرة هكذا الحديث سبعين مرة يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعفو على إنسان مستضعف إنسان ربما كان تحت يدك في العمل إنسان كان أقل منك رتبة أو وظيفة في الواقع لذلك نعم قضية العفو أمر عظيم عندما تكون في مكانها فلا يمكن أن تكون لا لظالم ولا لمجرم ولا لمستبد ولا مصر على كبره وخزه وإيذائه واستعلائه وفجوره وشروره عندئذ يكون الأمر تضيعا للحقوق وذل لكن إذا رأينا إنسانا بدر منه خطأ أو رأينا إنسانا ليس مصرا على خطأ أو إنسانا ليس من شأنه أن يكون عنده مثل هذه الأخطاء أو هذه الذنوب أو هذه القضايا أو التجاوزات لا نعلم منه شرا بل نعلم منه خيرا بل نرى منه اعتذارا بل نرى منه تأسفا بل نرى منه ندما هنا نلاحظ مثلا كيف تنزل الآيات في مكانها عندما يقول سبحانه وتعالى ولا يأتلئ للفضل منكم والسعى أن يؤتوا للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بل يا رب هنا عندما صفح أبو بكر صديق عن مصطح الذي اعتدى على عرض السيدة عائشة رضي الله عنها كزلة من زلات إنسان في لحظة من اللحظات ثم نال جزاءه وثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى نعم يكون في مثل هذا الصفح والعفو وعندما يعلمنا القرآن ما كان من يوسف وإخوته جاءوا معتذرين وجاءوا مقرين وجاءوا معترفين وجاءوا تائبين أما هكذا أن تضيع الحقوق خاصة عندما تقول القضية متعلقة في المستويات الأمة العلية أما إذا تكلمنا عن موضوع أخص حدف عنه القرآن عندما يقول سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله في سياق أحد وما كان في أحد دماء وشهداء وتحرض النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرض له وفر من فر من أصحابه وفي هذا السياق العظيم يقول الله لنبينا فاعف عنه لأنه لم يكن منهم إصرار لم يكن منهم سابق تخطيط في ذلك لم يكونوا يريدون ذلك ولكنه الضعف البشري الذي ينتاب أي إنسان في أي وقت من الأوقات فإذا كنت ذا مسؤولية وهنا الشاهد إذا كنت ذا مسؤولية فكيف تتعامل مع من ولاك الله أمرهم إذا لم يكن أركان التعامل هذه الآية الكريمة العفو الاستغفار الشورى لا يمكن أن يكون قرار صحيح ولا يمكن أن يكون تنفيذ صحيح لقرار لأن الآيات هكذا تقول فاعف عنه إذن لا بد من التجاوز عن الأخطاء والزلات والهفوات والذنوب وإلى آخر ويكون ثمة علاقة إيمانية وروحية بين الراعي والرعية تقوم على الدعاء والاستغفار والصلة بالله واستغفر لهم وأن تكون الأمر وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فعندما يتخذ قرار والحالة هذه فالكل يكون به مقتنعا والكل يكون به متمسكا والكل يكون له منفذا بصدق وأخلاص فقال بعدها مباشرة فإذا عزمت فتوكل على الله فعندما تتخذ قرارا يكون صحيحا فتوكل على الله في تنفيذ هذا القرار وهذا الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله لا شك ونحن نتكلم عن قضايا الصف فإن نخجل حقيقة أن نتكلم عن هذا الموضوع بماذا سنعتذر إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى بماذا نعتذر إلى الله وبين المسلمين من لا يصل للصلوات الخمس هذا ألا يسأل نفسه سيقف بين أيدي الله بماذا سيعتذر إلى الله بماذا يقول لك يا أخي إنني مشغول إنني طبيب إنني مهندس إنني أقوم بأعمال في التخدم الإنسانية والأمة والله 24 ساعة مشغول يا أخي الله أكبر أنت مشغول بماذا عضلاتك قوتك عقلك عقلك مالك بصرك سمعك قلبك كل ما أنت فيه مما أنت فيه عطاء من أليس هو عطاء الله أليس هو الذي خلاقك فأنت تؤدي خدمات للإنسان لأجل فلوس تافهانا فانيا تنتهي ولا تؤدي حق الله ولا شكر الله ولا تجد وقتا لله بماذا سيعتذر إلى الله هذا الذي يمنع الزكاة وهي عطاء الله الدول لا تعطينك إلا القليل وتأخذ منك الكثير فتسعى في خدمتها والخضوع لها الله أعطانا كل شيء ولا يطلو منا شيء بل لأنفسنا ثم يعتذر يقول لك لا أجد وقتا لا أجد مالا لا أجد فراغا إذا لم كيف سنعتذر إلى الله سبحانه إذا خالفنا أمره فوقعنا في الربى إذا خالفنا أمره وتنكبنا شريعته وقد ضيعنا مقدساتنا نعتذر إلى الله كيف ماذا سنقول إلى الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر